سباق تسلحٍ أطلقت شرارته الحرب في أوكرانيا فقد سارعت العديد من الدول الأوروبية إلى شراء الأسلحة الأمريكية مع قرب دخول الحرب عامها الثاني الطلب الأوروبي على الأسلحة الأمريكية آخذٌ في الارتفاع إلا أنه بدلاً من شراء الأسلحة باهظة الثمن مثل الطائرات والدبابات كان التركيز على طلب الأرخص ثمناً والأقل تطوراً مثل الصواريخ المحمولة على الكتف والطائرات بدون طيار التي أثبتت أهميتها في الحرب التركيز على الأسلحة ذات الحجم الكبير والأقل تكلفة يؤكد كيف أعادت الحرب في أوكرانيا تشكيل التفكير الاستراتيجي في العواصم الأوروبية حول كيفية خوض الصراعات المستقبلية دول قريبة من روسيا مثل بولندا وفنلندا وألمانيا تتفاوض على صفقاتٍ جديدةٍ لشراء الأسلحة في حين لجأت بعض الدول الأوروبية إلى طريقةٍ أخرى وهي البدء في إنتاج أسلحةٍ أمريكية على أراضيها لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية وتخفيض تكلف الشراء الطلب مرتفعٌ بشكلٍ خاص على قذائف المدفعية مئة وخمسة وخمسون مليمتر حيث صلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على أهمية المدفعية للتغلب على العدو أو إحباط تقدم قواته الولايات المتحدة شحنت العام الماضي أكثر من مليون قذيفةٍ عيار مئة وخمسة وخمسين مليمتر إلى أوكرانيا وهي طلقةٌ قياسية تكلف الجيش الأمريكي نحو ثمانمائة دولار لكلٍ منها هناك توقعاتٌ بأن المخاوف المتزايدة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحفز الطلب الأوروبي على الأسلحة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولار